استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على رأس وفد من قيادات الوزارة وذلك بعد عودة شيخ الأزهر من رحلاته الخارجية لدول جنوب شرق أسيا تأتي هذه الزيارة انطلاقا مما أعلنه وزير الأوقاف خلال اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة وإدراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة من اصطفاف الوزارة ودار الإفتاء ومشيخة الطرق الصوفية ونقابة السادة الأشراف جميعا خلف الأزهر الشريف وإمامه الأكبر